اهلا بيكو ازايكو النهاردة جايب لكو خبر لسه طازة شات جي بي تي دلوقتي ممكن تنزله على الديسكتوب بتاعك على الكمبيوتر الويندوز الاول كان للمستخدمين اللي بيدفع فلوسه او اشتراكه في الشهر دلوقتي بقى لكل المستخدمين اللي بيستخدموه فبسهولة جدا بمجرد ما تخش على openai.com slash chat gpt slash desktop هيفتح معك الصفحة دي اللي منها تقدر تنزله على الماك او اس او على الويندوز دلوقتي بقى متاح على الويندوز فبسهولة جدا تخش تنزله كل اللي هتعمله ان انت هتدوس download for windows وهتعمل download وهيعمل download معاك وتعمله setup عادي جدا طب يفدني في ايه كل اللي هتعمله لو انت فاتح الكمبيوتر بتاعك بعد ما تنزله هتدوس alt و space وهيفتح معاك شات جي بي تي كامل بكل مميزاته طبعا الجديد فيه ان بدل ما كنت بتنقل ما بين شات جي بي تي والابليكيشنز بتاعتي عشان اعمل copy و paste او غيره دلوقتي بقى متاح معايا على الديسكتوب فقدر ان انا انزله واستخدمه بشكل مباشر طيب الجديد فيه كمان ان هو تقدر ت upload files تقدر ت upload screenshots او تقدر تاخد صور وترفعها وتتكلم معا عنها بشكل مباشر مش بس ان انت تاخد screenshot وبعدين تسايفه على الكمبيوتر وبعدين تشتغل معاه كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تدوس على alt و space مع بعض وهيفتح لك شات جي بي تي بشكل مباشر طيب استخدمه في ايه؟ بالنسبة للمستخدمين اللي بيتفعوا الاشتراك الشهري في الشهر بتقدر تتكلم معاه بشكل مباشر بدل ما انت بتكتبله فبدل ما كنا بنتكلم معاه من خلال موبايل دلوقتي من خلال الديسكتوب بتقدر تتكلم معاه ويرد عليك زي ما بتستخدم موبايل بالزبط بتقدر تاخد screenshot وتقول له ال screenshot ديت عايزك تحلل هالي او شوفها او شوف ايه الموضوع بالزبط وهو هيرد عليك بكل التفاصيل عن screenshot اللي هو اخدها تقدر ترفع له ملف من على الكمبيوتر بتاعك بشكل مباشر وتسأله عن اي سؤال في الملف دوت لو انت من المستخدمين اللي بيتفعوا 8 في الشهر الـ 20 دولار تقدر ان انت تعمل search على الانترنت بي او تستخدموا عادي زي ما بتستخدموا وتسألوا اي حاجة تجربة جديدة اتمنى ان انت تروحوا تشوفوها وتنزلوا على الديسكتوب بتاعك ولازم تعرفوا ان دي خطوة جديدة من open ai علشان تقدر تشوف بعد كده الكمبيوتر بتاعك وتقدر تشتغل مع الapplications بتاعتك hand on hand يعني مثلا بعد شوية هتقدر ان انت تتكلم معاه وتقول له اعدلي الكود دوت فيعدله لك فدي بس البداية وبعدين هنشوف تغييرات كتير اوي في open ai خليكوا تتوند معانا لغاية ما نشوف اللي هيحصل في الايام اللي جاية من تغييرات انا معاك وهاني ودي كنات ai بالعربي